مرحبا أصدقائي شلونكم أتمنى تكونون بخير أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد في قناة الاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية اليوم رح نتكلم عن مشروع عملة استيلار وأهداف عملة استيلار في المستقبل طبعا أدعوكم للانضمام إلى قناة التليقرام قناة تليقرام قناة تكميلية لقناة اليوتيوب وننزل بها تكملة للمشاريع اللي نطرحها باليوتيوب بالإضافة إلى آيريدروبات مجانية وأشياء أخرى مفيدة طبعا مشروع عملة استيلار استيلار رمز العملة XLM الشبكة استيلار عبارة عن مشروع قائم على شبكة البلوكشين ويهدف إلى ربط المؤسسات المالية المركزية التقليدية مع عالم العملات الرقمية استيلار is an open network for storing and moving money يعني شبكة مفتوحة المصدر لنقل الأموال طبعا نقل الأموال وربط الأموال المركزية والمؤسسات المركزية التقليدية مع عالم العملات الرقمية تتكون شبكة استيلار من سيربرات لا مركزية موجودة في أماكن كثيرة وتقدم بدعم دفتر موزع يحتوي على المعاملات التي تخص الأشخاص والشركات التي تتعامل من خلال الشبكة يعني شبكة رسمية وكل ما زاد عدد السيربرات الشبكة زادت متانتها طبعا مميزات عملة استيلار أنك تستطيع نقل الأموال من دولة إلى أخرى يعني تقدر تحول أموالك العملات الرقمية من مكان إلى آخر وتحويلها إلى دولار أو أي عملة ورقية لأن نقدر نقول تقريبا شركة استيلار محترف بها شركة كبيرة ومرخصة يعني استيلار مقارب لـ XRP الريبل نروح إلى الكوين ماركتس كاب رقم العملة هو 24 من بين 12265 سعر العملة حاليا هو 31 سنت طبعا الكوين ماركتس كاب للعملة هو 7 مليار و 400 مليون الفوليوم التداولي اليومي هو 524 مليون دولار السيركوليتينغ سابلاي للعملة مايروج في العملة حاليا هو 23 مليار و 700 مليون عملة XLM الماكس سابلاي والتتول سابلاي لعملة استيلار هو 50 مليار عملة طبعا العملة تعتبر عملة كلاسيكية قديمة يعني مطروحة من وقت جدا بعيد طبعا أقل سعر للعملة أقل سعر للعملة هو 0.001 في عام 2014 نوفمبر 2014 كان سعر العملة 0.001 في عام 2018 الشهر الواحد وصل سعر العملة إلى ما يقارب 93 سنت طبعا العملة موجودة على منصات كبيرة مثل باينانس كوين بيس هوب غلوبال كوكوين يعني تقريبا كل المنصات موجودة عملة استيلار مقابل اليو اس دي تي وأيضا مقابل البيتكوين طبعا اللي يحب يشتري العملة يقدر يشتريها من منصة باينانس طبعا سعر العملة حاليا هو 31 سنت سعر الدخول وسعر الشراء للعملة هو تقريبا 25 سنت إلى 27 سنت يعني هذا السعر باعتقادي جيد للدخول اللي يحب يشتري العملة طبعا ويقدر يشتري على دفعات يعني ما يشتري مرة واحدة كل ما ينخفض السعر يشتري من هذه العملة يعني يقدر يشتري على سعر 25 إذا خفض السعر صار انخفاض في السوق يشتري ويعزز طبعا هداف العملة هي واحد دولار الهدف الأول والهدف الثاني ثلاثة دولار طبعا هذا كان كل شيء عن عملة استيلار لا تنسون دعم القناة بلايك وكومنت وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مع السلامة